السلام عليكم شباب بعدنا بمعرض علي رئيس وان شاء الله جاي بي لكم السيارات بالسرل من الفورتي للألنترل السيارات اللي بيهن حادث بالسرل بالمعرض كلهم رح خلي لكم الارقام ما للمعرض وعنوان المعرض بابل الامسيب طريق السدة معارض علي رئيس للوارد الامريكي طبعا داي دخلون سيارات بضررهم على مود انت تاخذ تشوف السيارة تتأكد من حادثة حلو وخفيف وتروح تصلح على ايدك هذا الشي اللي مضبوط هو وبالنسبة للضريبة والقمرق مدفوع وبيضمان مدى الحياة شو كتما يقلولك قمرقها وضريبتها مدفوعة ترجع تذب بالسوينج تاخذ فلوزك وتروح ان شاء الله الشغلة ثقة ومضبوطة هس اليوم جاي أشوفكم كيسورنطو اي اكس فول مواصفات طبعا فول بال اي اكس مو فول بال اس اكس خلي نشوف السيارة بعدين نرجع اي سيارة مثل ما تشوفون شباب بنيت جديد لازم بنيت جديد نضربه مننا قليلة حيل يعني هذا تشامل لغ نفسه يصلح تجي تباوع مننا اللغد كل شمابي شاصي كل شمابي بدنة كل شمابي رادياترات كل شمابي الرادار لامامي الب السيارة كل شمابي طخمه مضخوخ خوش من هاي الصفحة نشوف هذا تشامل لغبي شوية اضرار بس تقدر تصلحه وترجع نفسه ويرجع يشتغل حتى يجوز يحتاج لبستك حيل شوية منه وبدن صبغ تقدر ترجع نفسه هاي ضربه مع السيارة شباب ضربه خفيفة حيل طبعا انا احب هذا الشغل حيل ليش؟ لان ضربه خفيفة تعتبر السيارة كل شمابي خلي نشوف السيارة من باقي الجوانب شباب اريدكم تكتبوا لي بالتعليقات شون هالضربه عجبتكم لولا اضطونا لايك الفيديو لما مشتركين اشتركوا هالخل فيه مع السيارة سورينتو اي اكس اول ما نبدي بهذا الباب طبعا كل الجام اوتو يعني دوسة وحدة يصعد دوسة وحدة ينزل كل الجام اوتو قفل سنترلوك قفل جام بس للأسف المرايات مشفط هذي الشغلة الوحدة ما موجودة بصراحة باقي كل المواصفات موجودة هنا عندنا تحذير عنده مغادرة خط السير والرجوع يعني مو بس تحذير عنده لو تحذير عنده مغادرة خط السير ش تلقى تلقى ذني بس ذني الخطين وسيارة بالنص هاي تحذير عنده مغادرة خط السير ذني السهمين الراجعات يعني اذا طلعت السيارة من مسارها السيارة ترجع نفسها المسارة وهنا بالستير رادار الامامي تقدر تخلي المسافة بينك وبين السيارة قدامك يعني ما شاء الله ذني المواصفات كلش حلوة نظام النقطة العمياء كهرباء 220 بمية وخمسطعش واط يعني مية وخمسطعش واط يعني كهرباء تقدر تستخدمها لحد مية وخمسطعش ثلاجة صغيرة هي امور تقدر تستخدمها السيارة ما شاش قد الستعاش الف مايل هنا المواصفات البقية طبعا السيارة ما حد منظفها السيارة باقية على وضعها مثل ما تشوفون السيارة يحتاج لها تنظيف هنا نشعدنا وضعيات القيادة auto hold side break كهربائي وما يسمو بصمة وهاي الحساسات اطفاء وتشغيل الحساسات طبعا السيارة بيها حساسات امامية وحساسات خلفية لان هس رح شوفكم الدعامية الدعامية موجودة بالجنطة هاي هنانا براغي وهذا الامور وقلعبات بعد شعدنا هنانا شاحن موبايل شاحن موبايل يعني سلكي مو لا سلكي وهاي كل المواصفات اللي بيها شاشة كبيرة كاميرا دوار والكراسي كهرباء شباب كراسي الكهرباء بس بدون ذاكرة يعني تتحكم بيها ايدا ودون ذاكرة خننفطر منذيك الباب ونفتح نشوف شاكو معاكو بعد شوف هاي الباب هدا بيانو بلاك بس على شكل خشب يعني بأكثر من لون مو أسود غامق كراسي كراسي كهرباء وتشيل غراض منذ يعني تشتري إطار مايكل فكهواي وتشيل هذن الشبابي وذن الكفرات تطلع عدك عامية أمريكية فول إن شاء الله الفكرة واضحة شباب طبعا هاي السيارة سبعة راكب ثلاث قطع تبريد وبعد شنون شوفكم شباب بيها تسخين مقاعد لمامية بس تسخين وتسخين ستيرن بيها تبريد وشاشة تبريد مستقلة عن شاشة المسجن وهذا مفتاح السيارة شباب خلي نشوف طريقة واضحة شباب مفتاح جديد كل شي ما بي يعني ما شاء الله السيارة من مفتاح بين وطعبان نفتح نارية استغل عدنا المسجل هاي الشاشة مات شباب اختصارات ما شاء الله كلش حلو بيها اندرويد اوتو و ابل كار بلي هاي الشاشة مات هاي الدوسة الثانية شباب بالمناسبة السيارة بدون اي ايرباك ولا ايرباك طاق بالسيارة هاي التحكم بالمعلومات مالات بتقدر هي تتحكم بهين بتقدر طبعا اتحول الشاشة تخليها ميل او ترجحها مثل ما كانت شو شباب نعم من هذا الزر تقدر تخلي السيارة ميل وكيلومتر او تخليها بس ميل هذا الزر اللي يتحكم لك بالسيارة تقدر هاي نرجح مثل ما كانت ومنا نتحكم بالسيارة كامل ها بالنسبة لحساس درجة الحرارة خل غيره ونشوف شلون يتغير ونتبهوا لي على حساس درجة الحرارة هسا بالفر هنايت راح نخليه بالسيلي زي 42 درجة الحرارة هسا يعني هاي السيارة من اقول لكم ضربتها خفيفة ضربتها خفيفة وبصراحة تسوأ كل الفلسين دفع بيها هاي كل معلومات السيارة شباب انشاء الله عجبتكم السيارة بها بانوراما يمكن ذكرت هذا الشي لا ما اعرف بعد شنو اشوف كوم شنو نسيت ها ويالة السيارة جقد خل نطف النارية ونشوف ويالة السيارة جقد بها بانزين السيارة ماشاء الله يا ولد السيارة بانزين من امريكا خل نشوف ويالة السيارة جقد حجمها شباب ويالة السيارة 235 نفس عرض الاطار الطبيعي اللي يجي بالسور انتو ال SXL 235 60 اللي هو هذا ال 60 18 اللي هو هذا الويل 18 هذا اني اطارات السيارة طبعا السيارة يعني اطارات ها بعد زينات نظيفات شوف تنتبه عليهم منها شوف السيارة ماماشا هواي السيارة حلوة وشايف كل الخير اللي ياخذ هاي السيارة طبعا اشجع اي واحد يحب يشتري سيارة نظيفة يجي ياخذ هاي السيارة شباب شباب هاي سيارة بدون ايرباك وماشي 16 بصراحة سيارة ما ماشي هواي السيارة حادثة حلو خلي روح ابو الغاز ونكمل لكم الفيديو نسبل سعر هاي السيارة اللي يحب يشتري ها وش قد تكلف تصليح بس بنيت ودعامية دعامية مالتها تقدر تشتري دعامية عادية ما تكلف ورقة ونصب بزايد بزايد ورقتين أو تشتري بس كفار يجوز بورقة وتصليح وتشتري لك بنيت وبس سيارة ايرباكات سليمة سيارة ماشي 16 الف يعني يجوز تصليح بزايد بزايد يكلف الف دولار لان ماصدات هلايتات هموجودات ومثل ما شفتوا السيارة حادثة خفيفة هاي شتين وستة وعشرين ورقة يعني ستة وعشرين الف دولار ونس تقريبا وليحب يشتري هاي السيارة رح خلي لكم الارقام بالوصف والعنوان ذكرته ببداية الفيديو شباب لهنا انتهى الفيديو ان شاء الله مستمرين وياكم كل يوم فيديو اخوكم حسن المسيبا وفيما الله